الآن من خلال هذه الصور المباشرة مراسم وداع نجم الكرة مارادونا في القصر الرئاسي بالأرجنتين مارادونا لعب في أربع بطولات لكأس العالم بما في ذلك بطولة المكسيك عام 1986 وقاد الأرجنتين إلى الفوز على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية كما فاز كذلك بجائزة الكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في البطولة وسجل بارادونا والذي عرف في عالم كرة القدم بالأسطورة في ربع النهائي سجل هدفين في المباراة التي جمعت وقتها الأرجنتين أمام إنجلترا والذي انتهى بهدفين مقابل هدف في عام 1991 تم توقيف مارادونا 15 شهرا بسبب ثبوته بطعات الكوكايين في إيطاليا ومع انتهاء مسيرته الكروية عاد مرة أخرى مارادونا إلى الملاعب من باب التدريب حيث درب منتخب الأرجنتين وكذلك نادي الوصل الإماراتي ضمن أندية أخرى وكان يلقب بأسطورة الملاعب وكان لديه مهارات كروية كبيرة يصعب تكرارها كما ذكر كثير من المراقبين في ملاعب كرة القدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر